السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم بحص مدى اللغة العربية للمستوى أولى إعدادي قراءة مسترسلة الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام لون الموت يسبغ شفتيه الناس في القاعة الكبيرة يجلسون بلا مبالة بعضهم يغرس رأسه في جريدة أو كتاب وبعضهم يتمسس عصير الليمون البارد هو وحده يجلس جامدا بلا حركة وقد هربت من وجهه قطرة الدم بعد قليلا سأواجه مصير المحتوم كان يريد أن يموت حين يموت بعد أن يشبع من الحياة كان ما يزال صغيرا وكانت هناك عشرة الأبواب لم يجربها بعد وهو لا يريد أيضا أن يذهب في موت مجاني بلا استعداد ولا مقدمات ومن غير أن يترك وصية ما بعده وبدأ يرتعش حين على الصوت المطمئن يعلن أن الطائرة البوينغ ستقلع بعد قليل كان مرتبكا هو يعرف الطائرات البوينغ هذه إنها ضربت الرقم القياسي في الحوادث ورح يتخيل صحف العالم تنشر بخط عريض احتراق طائرة البوينغ الحادث يخلف 98 قسيلا والدم يهرب منه وهو أعرف أن هذا كفني وامتدت عينه في جولة سريعة بالطائرة الكبيرة وحين أخذ مقعده في النهاية سارعت يده إلى الحزام الجلدي لمجرد الإحساس بالأمان وكما تعود تحركت شفته تلقائيا بشهادتين وبعض الآيات كان يظن في بعض اللحظات السريعة أنه يمتلئ بالهواجس فقط وأن الطائرة ستصل بعد خمس ساعات من غير أن يحدث حدث ومن غير أن تجد صحف العالم خبرا تنشره بحرفها الغليظة وأحس رغبة جارفة في البكاء إنه سيموت تمنى لو وجد شجاعة ليعود إلى الأرض وليعلن لجميع الركاب أنهم ميتون هنا داخل هذه الطائرة هذا الكفن الطويل كالقطار ترى من أين تأتيه هذه الشجاعة سيموتون إذن بعد لحظات أو خمس ساعة إنه متأكد من ذلك وحين مرت أمامه المضيفة الجميلة رأى وراء ابتتامتها التقليدية شخوبا غير عادي هل تراها تعرف؟ ثمتون الطائرة تتحرك والأدواء تعلن اربطوا أحمزمتكم لا تدخنوا وهذا يتمتم بشهادتين في حين كانت يده تلتقطاني حلوة قدمتها المضيفة الحلوة لينسى مررة المصير وكانت الطائرة قد تحركت وبدأت ترتفع عن الأرض سوف تعود إليها بعد قليل إن سماء عامرة بسحاب والحلوة تدوب بين لسانه وهو يحس أن حياته تدوب سريعة كهذه الحلوة والطائرة ترتفع بهوادة وبهدوء وبثقة ثم ينطلق الصوت الربان يرحب بكم سنرتفع ثمانية آلاف قدم السرعة تصل الكلمات تختلط في دهنه وعينه مغمضتان من الفزع الآن هستقع الآن الآن وتمضي اللحظات من غير أن يحدث شيء كل شيء على ما يرم الطائرة تسير سيرا مريحا الريح رخوة وأدواء المدينة حين فتح عينيه كانت تتوارى لن أركب طائرة بعد اليوم إنها تقصير لمسافة حقا بسرعة تصل إلى بلدك أو إلى أي بلد وبسرعة أيضا تصل من الدنيا إلى الآخرة عودته الشجاعة بشكل مفاجئ أنا لا أخاف الموتة ولكني غير مستعد لها فقط أعماقه تضحك منه وماتت خمس ساعة تقريبا كان قد تناول إفطار صباح وقام مرتين من مقعده وقرأ بحثا في جريدته كان الضوء يعلن من جديد اربطوا أحزمتكم لا تدخنوا أحس رعشة البوينغ ستنزل قرأ الشهادتين قرأ آيات القرآن وأغمض عينيه فيه وعد أن يرصلي كثيرا لله حين يسل وأن يقوم بكل أنواع الخير التي لم يكن يهتم لها قبل وفي قلبه خفقة سريعة عامرة بالرعب الإتزاز الخفيف للطائرة يهز جسمه الرقيق والآيات تختلط على طرف لسانه وعينه مغمضة مرتعشة ثم يد تحركه الحمد لله على السلامة لقد وصلنا كان لا يستطيع أن يجيب أتعرف الكاتب عبد الجبار سحيمي ولد سنة 1938 ميلادية توفي سنة 2012 ميلادية قاس وسحافي مغربي ولد بمدينة الرباط وتلقى بها تعليمه الابتدائي والثانوي عمل محررا بجريدة العلم وساهم في الحياة الثقافية المغربية من مؤلفاته الممكن من المستحيل والسيف والوردة اكتشف الناس أولا متى وفي أي دروف تستخدم عبارة العنوان تستخدم عبارة العنوان حمد أن لله على السلامة عند الرجوع من السفر أو من النجاة من مكروه وعيد متى وفي أي دروف تستخدم عبارة العنوان تستخدم عبارة العنوان عند الرجوع من سفر أو من نجاة من مكروه ثانيا هل هناك علاقة بين عنوان النس والمشهد نعم الصورة تمثل طائرة يسعد إليها مجموعة من المسافرين ومن ضمنهم الكاتب الذي سمع المضيف تقول له الحمد لله على السلام عند نزول الطائرة بسلام ثالثا حاول أو حاول أن تجد أو تجد سلة بين أول جملة في النس وآخر جملة فيه الإجابة منذ بداية النس وهاجز تعرض لمكروه معين يسيطر على الكاتب لأن الكاتب كان يتخيل أن الطائرة ستسقط ولذلك لم يستطع الكلام رغم أن الطائرة نزلت بسلام فهناك علاقة ترابط بين بداية النس ونهايته رابعا انطلاقا من إجابتك السابقة ما هي الفكرة التي تكونت لديك حول ظروف النس ووجوه العام؟ رابعا انطلاقا من إجابتك السابقة ما هي الفكرة التي تكونت لديك حول ظروف النس وجوه العام؟ الإجابة نظر للأخبار التي كان يقرأها الكاتب عن الحوادث المميتة التي تقع في طائرات وخاصة الفينغ تكونت لديه عقدة الخوف من ركوب الطائرة وبالتالي الخوف من الموت وهو الشيء الطبيعي خاصة عند الصفر الأول لأول مرة على متن طائرة ولكن هناك أشخاص لديهم هذا الرهاب الذي يعد مرضا نفسيا يحتاج إلى تدخل طبيب أفهم سوف نقرأ جميع الأسئلة ثم بعد ذلك نمر إلى الإجابة أولا ما الذي كان يخشاه بطل النس قبل ركوبه الطائرة وهل تغير ذلك الشعور حين ركبها ثانيا في لحظات الخوف والقلق الشديدين يستحضر البطل إيمانه الديني استخرج من النس ما يؤكد ذلك ثالثا هل تحقق الدنون البطل في البداية وما هو ذليلك رابعا لماذا يسبب ركوب طائرة الخوف لدى بعض الناس وهل هو شعور طبيعي في نظرك خامسا هل تعتقد أو تعتقدين أن فوائد وسائل المواصلات أكثر من مدارها أم العكس الإجابة على أسئلة أكتشف الناس متى وفي أي دروف تستخدم عبارة العنوان تقال هذه العبارة عند الرجوع من السفر أو النجاة من مكروه معين هل هناك علاقة بين عنوان النس والمشهد؟ الصورة تمثل طائرة يسعد إليها مجموعة من المسافرين ومن ضمنهم الكاتب الذي يسمع المضي فتقول له الحمد لله على السلامة عند نزول الطائرة بسلام حاول أن تجد صلة بين أول جملة في النس وآخر جملة فيه منذ بداية النس وهجز تعرض لمكروه معين يسيطر على الكاتب أي الخوف من الموت لأن الكاتب كان يتخيل أن الطائرة ستسقط ولذلك لم يستطع الكلام رغم أن الطائرة نزلت بسلام ولم يستطع تحريك شفتيه لأن الموت سبغهما بلون شاحب فهناك علاقة رابطية بين بداية النس ونهايته انطلاقا من إجابتك السابقة ما هي الفكرة التي تكونت لديك حول ظروف النس وجوه العام؟ الإجابة نظر للأخبار التي كان يقرأها الكاتب عن الحوادث المميتة التي تقع لطائرات وخاصة الوينغ تكونت لديه عقدة الخوف من ركوب الطائرة وبالتالي الخوف من الموت وهو شيء طبيعي خاصة عند السفر لأول مرة على متن الطائرة ولكن هناك أشخاص لديهم هذا الرهاب الذي يعد مرضا نفسيا يحتاج إلى تدخل طبيب للعلاج الإجابة على أسئلة الفهم ما الذي كان يخشاه بطل النس قبل ركوبه الطائرة؟ وهل تغير ذلك شعور حين ركوبها؟ الإجابة كان الكاتب يخشى من وقوع طائرة ثم الموت وهذا الشعور تضعف خاصة عند إقلاع الطائرة سؤال ثاني في لحظات الخوف والقلق شديدين يستحضر البطل إيمانه الديني يستخرج من الناس ما يؤكد ذلك؟ الإجابة الكاتب وهو يتخيل الطائرة أنها ستقع يتملكه الخوف الشديد فيذكر الله ويقرأ بعض الآيات القرآنية ويردد الشهادتين ويعاهد الله أنه سيفعل الخير ويكثر منه ويصلي إن هو وصل بسلام السؤال الثالث هل تحققت دنون الكاتب في النهاية؟ ما هو ذليلك؟ لم يحدث شيء مما كان يتوهمه الكاتب وما كان يتخيله من مشاهد وقوع طائرة والموت لأن الطائرة نزلت وحطت على المطار بدون مشاكل ولا حوازث الخامس هل تعتقد أن فوائد وسائل المواصلات أكثر من مطارها أم العكس؟ أعتقد أن لها إيجابيات كما أن لها سلبيات ولكن فوائدها أكثر من إيجابياتها صاحب النص عبدالجبار سحيمي من مكروه معين وغالبا ما تقال للمسافر عند عودته بسلام نوعية نص نص عبارة عن قصة قصيرة ذات طابع حذاري الإيضاح اللغوي بلا مبالاة دون اهتمام المحتوم المقدر والمكتوب مجاني بدون مقابل والمقصود بدون سبب طبيعي ستقلع سترتفع وتطير مرتبكا خائفا مضطربا رغبة جارفة رغبة قوية الربان قائد الطائرة أو السفينة تتوارى تختفي خفقة من فعل خفقة أي دق القلب والترب الحدث العام وصف السارد لشعوره بالقلق والخوف من الوقوع من الطائرة وهو علامة نها وتواهمه للموت الذي أفتد عليه التمتع بالرحلة التي انتهت بسلام وبدون مشاكل الأحداث الفرعية شعور الكاتب بالتوتر والخوف وهو يسعد لركوب الطائرة التي كان يتواهم أنها ستكون سببا في نهايته لم يتمكن السارد من التغلب على مخاوفه وترض الهواجس التي تملكت نفسه وهو علامة يسعد لركوب الطائرة يتواهم الكاتب سقوط الطائرة عند إقلاعها مما ضاعف مخاوفه من الموت يستحضر الكاتب إيمانه وشعوره الديني من خلال قراءته لآيات قرآنية وتلفظه بشهادتين وعزمه على الإكتار من فعل الخير عند وصول الطائرة التي حطت بسلام المكان المطار القاع الكبيرة داخل الطائرة الزمان الماضي قبل السفر قبل إقلاع الطائرة عند إقلاع الطائرة الرحلة استغرقت خمس ساعات وصول الطائرة الشخصيات السارد وهو الكاتب المسافرون المضيفة والربان هناك حوار داخلي حوار الكاتب بينه وبين نفسه مشاعر الخوف والقلق والتوتر التي سيطرت على الكاتب عوض الاستمتاع بالرحلة هذه المخاوف تبدو غير طبيعية بالنظر إلى سن الكاتب الأمر سيكون عاديا إن كان يتعلق بطفل مثلا شخصيات النص الكاتب هو السارد والبتلة ركب الطائرة لأول مرة في حياته كان شديد الخوف والفزع والقلق لأنها هوى جزء الموت طرده من حين إلى آخر كان يشعر في كل لحظة والموت المحتوم كان يستحضر إيمانه الديني وينطق الشهادتين ويقرأ القرآن وقد وعد نفسه أن يصلي لله حين يصل التي لم يكن يتم لها من قبل شخصيات النص التانوية مضيفة الطائرة ركب ربانو الطائرة المكان العام الفضاء داخل الطائرة الأمكان الخاصة القاعة الكبيرة والمطار الزمان العام في يوم من الأيام الأمكان العامة بعد خمس ساعات بعد لحظة وبعد قليل العبرس من النص يؤكد النص في جوهره على ضرورة الإيمان بالله وضرورة الإيمان بقدر الله خيره وشره والخضوع لمشيئة الله وعدم الخوف من الموت جميع الأمور تقضى بأمر من الله فهو السمد وهو الحميد الحياة عبادة وعمل وهي فانية وزائلة ينبغي تزكية بالإيمان بالله وتكرس الحياة لفعل الخير وأعمال البر الحدث الرئيسي خوف المسافر من الرقوب في الطائرة ووصوله بسلام بعد لحظة من الخوف الأحداث الجزئية انتظار إقلاع طائرة البوينغ في رعب شديد بسبب كثرة حوادث الطيران فشل المسافر في طمأنة نفسه وخوفه من الموت في الطائرة تزايد رعب المسافر بعدنا بدأت الطائرة في الإقلاع استمرار صدمة المسافر بعد وصوله إلى الأرض أساليب النص كطبيعة معظم النصوص النصوص السردية فالنص يرح بين توضيف السرد والوصف والحوار ومن أمثلة ذلك نبتدئ بالسرد والمهار الرئيسي في النصوص ومثال لذلك كان قد تناول إفطار الصباح وقام مرتين من مقعده وقرأ بحثا في جريدته كان الضوء يعلن من جديد اربطوا أحزمتكم لا تدخنوا أحس رعجة البوينغ ستنزل قرأ الشهادتين قرأ آية القرآن وأغمض عينيه الوصف ومن أمثلته في الناس الموت يسبغ شفتيه الناس في القاع الكبير يجلسون بلا مبالات بعضهم يغرس رأسه في جريدة أو كتاب وبعضهم يتمسس عصير الليمون البارد هو وحده يجلس جامدا بلا حركة وقد هربت من وجهه قطرة الدم الحوار نلاحظ أن الحوار يحضر في النص بنوعيه الحوار الخارجي هو الذي يجمع بين شخصيتين أو أكثر ومثاله في النص الحمد لله على السلام لقد وصلنا الحوار الداخلي المونولوج وهو الذي يكون بين الشخصية ونفسها وأمثلته في النص كثيرة الحلوى لننسى مرارة المصير التركيب بعد لحظات انتظار مرعبة في قاعة الانتظار حان وقت التحاق المسافر بالطائرة ليزداد رعبه فهو متأكد من هذه أن الطائرة ستسقط ويكون ضمن ضحاياها كان مرتعباً وفقداً لثقة في كل من حول حدث المضيفة التي كان يشك في كونها مشاركة في مؤامرة لإسقاط الطائرة وفي لحظات الأولى لانطلاق الطائرة تزايد رعبه وانتظر طويلاً سقطها لكن ذلك لم يحدث وصارت بأمان لساعات استعاد صاحبنا خلالها رابطة جأشه للحظات قبل أن يعاوده رعبه عندما شرفت الطائرة على الهبوط ليغمض عينيه ولا يفتحها إلا وقد حطت الطائرة بأمان ويشير الناس إلى أن التطول الكبير الذي عرفته وسائل النقل لا ينفي جانب الخطورة المحتمل من استخدامها إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر جرس ليصلكم مني كل جديد بالتوفيق للجميع في أمان الله وحفظه